بحضوري ورعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة نائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية افتتحت مساء أمس رسميا منافسات الجولة العالمية لكرة السلة 3-on-3 في بحرين هاربر والتي تقام للسنة الثانية على التوالي على أرض المملكة وشهد حفل الافتتاح عددهم من كبار الحضور والمدعوين والضيوف وبهذه المناسبة رحب سمو الشيخ خالد بن حمد بانطلاق هذه الجولة العالمية للمرة الثانية على التوالي في مملكة البحرين والتي تعد حدثا رياضيا مرموقا يجمع نخبة من أفضل اللاعبين والفرق العالمية في رياضة كرة السلة وأضاف سموه أن استضافة هذا الحدث تعكس الالتزام المستمر بدعم الرياضة وتعزيز مكانة المملكة كوجهة رياضية عالمية وأننا نؤمن بأن هذه البطولة ستكون فرصة مميزة للجماهير للاستمتاع بمنافسات مشوقة وللاعبين للاحتكاك مع نخبة الرياضيين العالميين واكتساب الخبرات التي تساهم في تطوير مستوه وتمنى سمو الشيخ خالد بن حمد لجميع الفرق المشاركة التوفيق وأكدا سموه أهمية تقديم أفضل التسهيلات لإضمان نجاح هذه الجولة وتقديم تجربة رياضية مميزة تعكس روح البحرين المحبة للرياضة والتنافس الشريف هذا وقد بدأ حفل الافتتاح بعزف السلام الملكي تبع ذلك كلمة لسمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة رحب فيها بجميع الوفود المشاركة وشكر فيها سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على رعايته الكريمة للحدث وشكر الاتحاد الدولي لكرة السلة وجميع الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة المشاركة في التنظيم والشركات الراعية واللجان العاملة متمنيا لجميع الفرق التوفيق والنجاح كما ألقى سعادة الشيخ سعود بن علي آل ثاني رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة كلمة شكر فيها مملكة البحرين على حسن الضيافة والتنظيم معربا عن اعتزازه بالشراكة الوثيقة بين المملكة والاتحاد الدولي لكرة السلة متمنيا لسائر الفرق التوفيق والنجاح أعقب ذلك سلسلة من العروض والفقرات الفنية ثم دخول الفرق المشاركة وأخيرا قدم سمو الشيخ عيسى بن علي هدية تذكارية لسمو الشيخ خالد بن حمد راعي الحفل ثم انطلقت المنافسات رسميا بحضور جماهيري كبير موسيقى 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 موسيقى